السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفسيرنا اليوم سيكون عن عدد من الأعداد وهو الرقم عشرة الرقم عشرة من الأرقام المستخدمة بقصرة في حياتنا فقد يكون أفراد أسرتنا عددهم عشرة ونمسك في أيدينا بعملة من الفئة عشرة وحتى عجائب الدنيا سبع وفي روايات أخرى يقال أنها عشرة ولكن هذا الرقم هو مجرد عدد حسابي ليس أقصر ولا يوجد له دلالة واضحة في حياتنا ولكن ماذا لو شاهدنا الرقم عشرة في الحلم فما هو تفسيره تفسير رؤية رقم عشرة في المنام قد يدل على تضاعف المال وزيادته لأن رقم عشرة في الأصل يرمز إلى الرشاد والحكمة وهما من شروط الربح في الأعمال كما ذكر بعض الفقهاء أن هذا الرقم يدل على الحالة النفسية السوية والهادئة فإذا كان الحالم يواجه بعض المصاعب في الوقت الحالي والتي تؤثر عليه سلبا وتستحوز على تفكيره فالرؤية هنا تشير بتحسن الأحوال وتخطي هذه المرحلة واستقرار الأمور إذا كان الحال مسافرا في مكان ما فإن هذه الرؤية تبشر بعودته إلى أهله من جديد سالما أما إن كان ينوي الصفر للعمل أو الدراسة عن قريب فهي إشارة بنجاح تلك الرحلة وظهور هذا الرقم في منام المرأة من الرؤى المحمودة التي تعد من المبشرات سواء في منام العزباء أو المتزوجة حيث أن هذا الرقم يشير إلى بداية مرحلة جديدة في حياتها وسوف تتضح تفاصيل هذه المرحلة في الفقرات التالية تبعا لحالتها الاجتماعية تفسير رؤية رقم عشر للمتزوجة رؤية رقم عشر في منام المتزوجة من الرؤى التي تحمل بشارات الخير والبرقة سواء في المال أو الأولاد كما أنها من الرؤى المحمودة للمرأة التي تأخرت في الإنجاب فهذا الرقم يبشر بالحمل القريب وإذا كانت الحالمة تواجه الكثير من المصاعب وتتحمل فوق طاقتها للحفاظ على بقاء وسعادة أسرتها فأن رؤيتها لهذا الرقم بالتحديد ترمز إلى تغير إيجابي في حياتها ربما تتخلص من مشكلة ما أو أن زوجها يشاركها هذه المسئوليات التي أسقلت خطواتها ونزعت طاقتها رؤية شخص ميت تعرفه يعطيها وراء نقضية بهذه القيمة تحمل تفسيرين إذا كانت النقود حمراء فهي تنبيه لها بالتقصير في أداء الفروض والعبادات أما الخضراء فتشير إلى الخير الذي تحصل عليه في الفترة القادمة تفسير رؤية رقم عشر في منام الحامل مشاهدة الرقم عشر في منام الحامل بشرى بانتهاء مصاعب حياتها ومشكلاتها في الحياة الواقعية فإذا كان هناك مشكلة بينها وبين الزوج أو مع أهلها فقد أوشكت تلك الأزمة على الانفراج وقريبا يعود الاستقرار لحياتها ويلقى الهدوء بظلال على بيتها من جديد أما الحالمة التي تعاني من وعقة صحية شديدة في الوقت الحالي وتخشى أن تؤثر على طفلها الذي لم تراه بعد فرؤيتها لهذا الرقم تقول بالسلامة والشفاء العاجل وتطمئن قلبها بأنها ستكون بخير هي والجنين كما يعد الرقم عشر من إشارات الرزق فقد يعتبر زيادة دخل زجها أو حصوله على عمل جديد أو سداد ديون متراقمة تفسير رؤية رقم عشر للعزباء ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بأن تفسير رقم عشر في منام البنت يدل على اقتراب موعد زواجها إذا كانت مخطوبة أو التقاءها بفارس أحلامها الذي لا تكف عن التفكير فيه ليلا نهارا بينما يقول آخرون أن رؤيته تدل على تبدل أحوالها للخير وثماعها أخبار جديدة تخص حياتها العملية فإن كانت طالبة فقد تكون تلك الأخبار هي نتائج الإختبارات وقد يشير إلى تحسن في الحالة المادية سواء حالة الأسرة وعبور الضائقة المالية التي تمر بها في الوقت الحالي أو التحقها بعمل جديد يساعدها في الاستقلال المادي وتحمل العبء عن أسرتها ما تفسير رؤية عشر جنيه في المنام؟ إذا كان الحالم يعاني من مشكلة كبيرة في الوقت الحالي وراء أنه ينقي بوركة العشر جنيه خارج منزله فهذه إشارة بالوصول لحل جزري للمشكلة واتزان الأمور مرة أخرى بالنسبة للمتزوجة رؤيتها تدل على السعادة والتخلص من الهموم وإذا كان لديها أولاد في سن الدراسة الرؤية من المبشرات بنجاحهم وتفوقهم في هذه المرحلة من يرى أنه يحرق عشر جنيهات وهو في الواقع ينوي توقيع اتفاقية جديدة فرؤيته هذه بمثابة تنبيه له بأنه يتحر جيدا ويدرس الأمر أقصر من مرة فقد تكون هذه الصفقة خاسرة ما هي أسرار الرقم عشر في الحلم؟ الرقم عشر في العموم يعني أن الشخص من الأسكياء النابغين والمتفوقين سواء على المستوى الدراسي أو المهني أو الشخصي كما يعد من رموز الحكمة والدهاء وتقول رؤيته إلى الشخص الذي يجيد التخطيط وتدبير الأمور ولا يتخلى عن هدفه بسهولة يشير إلى التفاؤل والثقة في الخالق عز وجل فمهما تجرع الحالم من كاسات الإخفاق فهو يعلم أن تعبه لن يضيع أدراج الرياح وأن الله مطلع عليه وسوف يجازيه الخير وفي الوقت المناسب وبصورة عامة رؤية رقم عشر في المنام يعتبرها الفقهاء بصيص أمل للحالم يبشر بعبور تلك المرحلة التي ضاقت فيها الأرض بما رحبت وبداية مرحلة جديدة أقصر هدوءا ونجاحا وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد لا تنسوا تقييم الفيديو بالإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد لنا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر